موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع وإياكم أبرز ما تقوله الصحافة العربية من أخبار وأيضا المواقع الإخبارية والإلكترونية نبدأ من البداية من مبادرة السلام التي طرحتها الحائزة على جائزة نوبل السلام توكل كرمان ونشرت في موقع وكالة الأناضل وفي عدد من مواقع الأخبار ومنها موقع يمن مونتر الذي عنون بشأنها وقال توكل كرمان تطرح مبادرة للسلام في اليمن في تفاصيل قال الموقع طرحت الناشطة اليمنية توكل كرمان مبادرة لإحلال السلام في اليمن تتركز على قيام مسلح جماعة أنصار الله الحوثيين والرئيس السابق صالح بتسليم سلاحهم للدولة والانسحاب من كافة المناطق لتصبح الدولة ممثلة بالسلطة الانتقالية مع كفالة المشاركة في الحياة السياسية لكل من لم يرتكب جرائم بحق اليمنيين وفي تصريح لها ضمن مقابلة أجرة مع وكالة الأندل قالت كرمان إزاء الواضع الذي يشهد تدهورا متزايدا في اليمن أتبنى من موقع المدني مبادرة لصنع السلام في اليمن وأوضحت أن تلك المبادرة تتركز على تسليم الحوثيين وقوات صالح الأسلحة والانسحاب من كافة المناطق لتصبح الدولة ممثلة بالسلطة الانتقالية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح وفي استخدامه ليتسنى لنا بناء دولة لكل اليمنيين وقالت كرمان صنعنا ثورة سلمية في عام 2011 وأسقطنا الدكتاتور صالح وبدأنا فترة انتقالية توافقية شهدنا خلالها حوارا وطنيا حول كل القضايا وخرجنا بوثيقة ختمية صغنا على ضوئها مسودة الدستور الجديد قبل الذهاب للاستفتاء على الدستور الجديد ومن ثم إجراء الانتخابات المختلفة بناء عليه إلى موقع عدن الغد عنوان في صفحته الرئيسية وقال الحوثيون يحتجزون لساعات وفد الأمم المتحدة بالمدخل الغربي لتاعز وقال مصدر مطلع إن المسلح جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات المتحالفة معهم احتجزوا وفد مكتب الأمم المتحدة في اليمن منذ صباح الأحد حتى العصر وذلك قبل أن يسمحوا له بالعبور عبر المدخل الغربي لمدينة تاعز جنوبية اليمن والذي فتح استثنائيا يضيف الموقع وصل وفد من الأمم المتحدة إلى تاعز بغرض اللقاء مع السلطة المحلية في المحافظة وقيادات المقاومة الشعبية لمناقشة عدة قضايا إنسانية ونقل الموقع عن وكيل محافظة تاعز رشاد الأكحى لقوله كان من المقرر أن نلتقي الوفد صباحا لكن احتجاز الميليشيات الإنقلابية لهم أجل اللقاء إلى يوم تالي ولفت إلى أن الوفد غادر المدينة إلى محافظة إب فلنجرؤ على مواصلة الحلم تحت هذا العنوان كتب فتح أبو النصر مقالا ونشره في يمن مونتر وقال الكاتب لا خلاص إلا بالكفاحة من أجل تحقيق وطن يصون حقوق الجميع بدلا من استمرار في تحويل الوطن إلى ثكنة حرب مفتوحة لا تنتهي والواضح أن كل الأوضاع اليوم في اليمن تقود اليمنيين من هوية عميقة إلى هوية أعمق بسبب تطييف الصراع السياسي وطبعا من المؤسف أن يتحول الدين إلى إيدولوجية لمراكز نفوذ وهيمنة كما من المؤسف أن يفقد الدين عمقه الفردي الخاص ويصبح رافعة لأغراض سياسية انتهازية غير أن جماعات الاستغلال السياسي للدين يجب أن تفهم بأنها ليست الوصية على المجتمع أو المحتكرة للدين كما أنها ليست بديلا للدولة فلقد صارت بمثابة مكينات عدم فطنة مكينات عمى مكينات تبرير مكينات تشويه لعظمة الدين وتسامحه فضلا على أنها تصطدم بشراسة ووفق أجندات تفكيكية مع حلم اليمنيين السوي بالوصول إلى دولة المواطنة والتمدن بالمقابل فإن المفارقة هو أن يتم ذلك عقب الثورات التي كان الناس يؤملون عليها صنع وتكريس صيغة مدنية عادلة للتعايش والصحيح أن السعار المذهبي يقلقنا جداً بينما الأصح هو أن المشكلة الطائفية لا يجب أن تعالج بطائفية مضادة بالمحصلة بلغة أخرى لا خلاصة من الطائفية إلا بدولة مواطنة ذات معايير ناضجة عميقة لا تصطيحية وارتجالية دولة تعزز قيمة الدولة في صيانة الحقوق والحريات كما تعاد الطائفية عبر بلوارة الواجبات وفق المساواة لغيرها بدلاً من استرسالها في العكس دولة معركتها الحقيقية القضاء على الفقر والإرهاب وسوء استغلال السلطة والإقطاعات المذهبية والقبلية دولة منشودة تمنع الاستئثارات وتغولات الفساد والتمزقات الاجتماعية على أسس وطنية حضارية وأخلاقية وتحت ظلها تكون هويات المواطنين واحدة كمواطنين لا كرعاية أو كمراكز قوى أو كمذاهب أو سلالات مصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية عن مصادر خاصة وقال إن وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت يغادر الثلاثاء ومؤتمر صحفي للمخلاف حيث قالت مصادر خاصة لمصدر أونلاين إن الوفد الحكومي في مشاورات الكويت سوف يغادر الثلاثاء عائدا إلى الرياض وبحسب المصادر فإن الوفد الحكومي سيعقد اجتماعا مع ولد الشيخ الاثنين سيكون هو الأخير بعد أن وقع الوفد على الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي والمتضمنة رؤية لحال الأزمة اليمنية قالت مصادر إنه من المقرر أن يعقد رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي مؤتمرا صحفيا في الكويت لإطلاع وسائل الإعلام خلفيات موافقة الحكومة على الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي عنوان آخر وفات ستة أشخاص جراء السيول في حضر موت وكالة الأنضل نقلت عن مسؤول محلي في حضر موت قوله ستة مواطنين لقوا حتفهم غرقا جراء تدفق السيول في أودية حضر موت وأضاف من بين القتلى ثلاث سيدات جرفتهم السيول في مدرية غيل بن يمين فيما عثر في مدينة المكلة على جثتي شخصين أما السادس فتوفي في مدينة ساه موقع الموقع بوست تحدث عن قيام الميليشيا بتهجير أهالي في مناطق الأعبوس وقال الموقع موقع بوست قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية قرى سكنية في عزلة الأعبوس بمدرية حيفان بعد رفض السكان الخروج من منازلهم وقالت مصادر محلية لموقع بوست ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية المتمركزة في جبل المنظارة استهدفت بالرشاشات الثقيلة قرى الكرب ورأس النابلية والوادين في منطقة المفاليس التابعة لعزلة الأعبوس وبحسب المصادر فإن الميليشيا الإنقلابية قصفت قرى منطقة المفاليس لترويع السكان بعد رفضهم الخروج من منازلهم لكي يتمركز فيها مسلح الميليشيا وأيضا لتحويلها إلى مخازن للأسلحة أكدت المصادر أن القرى التي قامت بقصفها الميليشيا تقع تحت سيطرتها إلى أنها اضطرت لقصفها في محاولة منها لتهجير السكان من منازلهم بعد أن رفضوا المغادرة الحل اليمني بين الإنقلاب الجديد والضغط الدولي تحت هذا العنوان كتبت جورج سمعان مقالا ونشره في جريدة الحياة المنظرية وقال الكاتب قبل موافقة الحكومة اليمنية على تمديد مشاورات الكويت أسبوعا مارست الدول الثمانية عشر راعية للعملية السياسية ضغوطا لمنع الحكومة من الانسحاب لكن هذه الدول ستجد نفسها أمام المأزق ذاته بعد أيام لا يكفي أن يبدو المجتمع الدولي رغبة في وقف الحرب التي استنزفت البلاد ودفعتها إلى حافة الإفلاس والتفكك والانهيار الكامل وأغرقت أهلها في مآسي وويلات وحصارات وشرعت أبوابها أمام تنامي حركات الإرهاب بل على رعاة التسوية ممارسة الضغوط اللازمة ودفع الأطراف المعنيين إلى القبول بخريطة الطريق التي وضعها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد عشية بدء الجولة الثانية من المشاورات في السادس عشر من الشهر الماضي أي التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 16-22 ومبادرة دول مجلس التعاون ومخرجات الحوار الوطني ولا يحتاجون إلى كثير من الدرس والبحث فالأمم المتحدة باتت تملك صورة واضحة وشاملة لكل عناصر الأزمة ومواقف الأطراف المتصارعين وأهدافهم بعد جولتين مفاوضات في السويسرا وثلاثة أشهر في الكويت أما ترق الأطراف اليمنيين البحث عن حل بمفردهم فطريق لن يؤدي إلى صنعاء بل يولد مزيدا من المتاعب والمفاجآت على غرار منتهت إليه الجولة الثانية من الحوار في الكويت لا تبدو الظروف الحالية مواتية لتسوية سياسية وحتى إذا أفلح المبعوث الدولي في إحداث اختراق سيظل الوضع خشا وأي اتفاق مؤقتا أثبت اليمنيون أنهم عجزون عن التوافق وكل طرف منهم يعتقد بقدرته على الحسم العسكري تماما كما هي الحال في ليبيا أو سوريا والواقع أن كل الطرفين المتصارعين لم يحقق إنجازات عسكرية على الأرض تتيح له التلويح بالحسم لإرغام الخصم على القبول بتقديم تنازلات أورد موقع الاشتراكين التفاصيل حول مذكرة للجنة التهديئة في تاعز وعنوان لجنة التهديئة تطالب اللجنة الوطنية للتحقيق بالنزول إلى تاعز لكشف انتهاكات الحوثي وصالح وقال الموقع دعت لجنة التهديئة والتواصل بمحافظة تاعز اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءة انتهاكات حقوق الإنسان إلى النزول الميداني إلى المحافظة للإطلاع عن كثب كل ما تعانيه من كارثة إنسانية بسبب الحصار المفروض عليها منذ عام تقريبا من قبل ميليشيات الحوثي وصالح وقالت لجنة التهديئة في مذكرة سلمتها إلى مقر اللجنة الوطنية في العاصمة المؤقتة عدن ميليشيات جماعة الحوثي وصالح تمنع دخول أي من الحاجات الضرورية والأساسية سواء الغذائية أو الطبية الوقود ولغيرها من المواد التموينية موقع السهريج نيوز عنون في صفحتي الرئيسية وقال مدير البنك المركزي في عدن يقول مصالح إقليمية تقتضي أن يبقى البنك المركزي في صنع نقل الموقع عن مدير البنك المركزي في عدن خالد إبراهيم زكريا قوله البنك المركزي في عدن مجرد فرع علاقته بمركزي صنعاء كعلاقة أي فرع بالمركز الرئيس ولكن الأحداث الأخيرة التي طرأت على البلاد غيرت الكثير من الثوابت في التعامل مع المركز الرئيس كونه فقد الحيادية نتيجة الانقلاب الذي حدث والحرب التي تبعته أضف زكريا البنك المركزي الرئيس في صنعاء تأثر بتواجد الحوثيين وسيطرتهم على كل شيء ونحن هنا في عدن نقف مع سلطات الشرعية ونعترف بأحقيتها في التعامل مع المناطق المحررة قال أيضا أحب أن أشير إلى أن هناك الكثير من الموانع حتى على المستوى الإقليمي والدولي إذ يوجد هناك مصالح إقليمية تقتضي أن يبقى البنك المركزي في صنعاء وقبل مطالعة ما تقوله الصحافة العربية اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا مجددا مشاهدي إلى الصحافة العربية والبداية من الصحف الكويتية تحديدا من صحيفة الرأي تخلت عن التغطية المتفائلة للمشاورات كما اعتادت وعنونت الصحيفة المشاورات اليمنية في الإنعاش ومهلة الأسبوع اختبار لعامل الثقاء قالت الصحيفة فيما أطلقت الكويت صافرة الأمل بإعلانها تمديد المشاورات اليمنية التي تحتضنها لمدة أسبوع ينتهي في السابع من أغسطس الجاري آملة أن يتحقق ما تتطلع إليه الأطراف المشاركة والعالم من التوصل إلى اتفاق شامل ودائم ينهي الصراع المريرة الدائرة في اليمن وعادت الكرة إلى ملعب الأطراف اليمنين تتساءل الصحيفة الكويتية هل هي مرحلة إنعاش وربما مرحلة أمل بفرصة جديدة وإن تباينت رؤى أطراف المشاورات وكلها معلقة على عامل الثقة فربما يكفي أسبوع لمسح سحابة الحزن عن اليمن السعيد والقرار لليمنيين ما زلنا في الصحافة الكويتية عنهنت صحيفة الجريدة الحكومة اليمنية توافق على الحل الأممي وتقول الصحيفة بعد ساعات من استجابة الخارجية الكويتية للأمم المتحدة لتمديد مشاورات اليمن أسبوعا واحدا أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على اقتراح اتفاق تقدم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في حين لم يعلق المتمردون من جماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام على الاقتراح تتابع الصحيفة وبحسب الحكومة يقضي الاقتراح بانسحاب الحوثيين من العاصمة ونطاقها الأمني ومن تعز حديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من توقيع الاتفاق الشرق الأوسط عنونت في إحدى صفحتها الرئيسية وقالت الحوثيون في مواجهة المجتمع الدولي بعد تعنتهم مجددا تقول الشرق الأوسط دخلت مساعي إحلال السلام في اليمن منعرجا جديدا بعد موافقة الحكومة اليمنية على قطة عرضها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ مما جعل وفد الحوثيين حليفهم أيضا الرئيس سابق صالح أمام خيار الموافقة على الاتفاق والتخلي عن المراوغات السابقة ومواجهة المجتمع الدولي تتابع الصحيفة فوض الرئيس عبد الرب منصور هادي الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام الجارية في الكويت بالتوقيع على الاتفاق شرط توقيع الطرف الآخر عليه قبل 7 من أغسطس وهو نهاية المهلة الإضافية والتي وافقت عليها الكويت للمتفاوضين اليمنيين وعن موقف الميليشيا الرافض للسلام تقول الصحيفة في المقابل جدد الرئيس الوفد الحوثي محمد عبد السلام الموقف المتعنت للانقلابيين واتهم المبعوث الأممي بالتقديم أفكار سابقة وغير جديدة قال عبد السلام للشرق الأوسط لم يسلمنا المبعوث الأممي أي رؤية للحل بل ناقش معنا بعض الأفكار كالنقاش السابق طرح الأفكار السابقة ولم يكن هناك رؤية أو مشروع للاتفاق حلف صالح الحوثي والريهانات الخائبة تحت هذا العنوان نشرت صحيفة السياسة الكويتية افتتاحية وقالت معلقة حول ما يحدث في اليمن بعيدا عن أي مواقف مسبقة وما تفرضه الخصومة السياسية نسأل المخلوع علي عبدالله صالح والحوثي ماذا حقق الانقلاب خلال الأشهر الماضية غير المزيد من الدمار لليمن والخسائر البشرية الهائلة إضافة إلى تسببه بزيادة معدل الفقر في بلد يحتاج إلى جسر مساعدات إنسانية على مدار الساعة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي تزايد بعد الانقلاب على الدولة والمبادرة الخليجية لقد فقد فريق الانقلابين الأراضي التي سيطرت عليها عصاباته في غذون أسابيع قليلة إضافة إلى التناقص المستمر في شعبيته وإذا كان لا يزال يراهن على نظام الملالي فهذا الأخير لن يستطيع تقديم أكثر من كمية سلاح محدودة سرعان ما تدمر في المواجهات المستمرة مع الحكومة والمقاومة الشعبية والتحالف العربي هنا نذكر ربما ينفع التذكير بما أثبتته التجربة تاريخيا على نظام الملالي فهو ليس لديه إمكانية للسيطرة على مدينة بل كل ما يستطيعه التخريب وإثارة الفتن سعيا إلى تفكيك الدول التي يتدخل فيها كما فعل في العراق منذ العام 2003 بعدما أغرقه في حرب مذهبية لا تبقي ولا تذر بل تهدد بتداعيتها وحدة العالم الإسلامي أما في لبنان فلم تكن الحال أفضل منذ العام 2000 حين حاولت إيران مصادرة قراره عبر عميلها حزب الله ورغم كل ما فعله الحزب لم يستطع فرض إرادته على لبنانيين حتى بعدما عرقل انتخابات الرئاسة وقبلها افتعاله أزمة السابع من مايو العام 2008 ألا يدعو ذلك إلى التأمل وأخذ العبرة حتى لا يبقى الرهان على نظام غارق في أزماته الداخلية الخانقة إنه يستطيع جعل فريق الإنقلابيين يسيطر فعلا على اليمن إلى صحيفة الخليج في أحد عنوينها قالت سيول جارفة تدهم صنعاء حيث أعلنت أمانة العاصمة في صنعاء التي يسيطر عليها الإنقلابيون أعلنت استمرار حالة الطوارئ في المدينة مع اجتداد وطأة السيول وتدفقها خاصة إطر انفجار سد للمياه شمالية العاصمة وبعد تحذيرات أطلقت لسكان صنعاء المجاورين للسائلة طلبتهم بإخلاء منازلهم بعد ارتفاع منسوب المياه نتيجة هطول أنطار غزيرة استمرت لساعات طويلة وتتابع الصحيفة وغمرت السيول العديد من المنازل دون وقع ضحايا فيما نزح عدد من السكان في الأحياء الشعبية جنوبية العاصمة صنعاء بعد تحذيرات من سيل آت من مدرية سنحان كما عنونت الصحيفة اغتيال قيدي في لجان أبيان إثرى تفجير إرهابي في عدن في تفاصيل الخبر تقول الصحيفة قتل قائد اللجان الشعبية في مدرية لودر محافظة أبيان صالح عيدروس الجفري المناهض للتنظيمات الإرهابية مع اثنين من مرافقي في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون إرهابيون بسيارته في محافظة عدن وأكد مصدر طبي أن عيدروس وصل إلى المستشفى لكنه توفي في انفجار عبوة ناسفة زرعت في المركبة العسكرية وأن اثنين من مرافقي عيدروس قتل في ذات التفجير إلى صحيفة العرب الجديد والتي تناولت معاناة النازحين في اليمن وتحت هذا العنوان كتبت نازحون في الكهف تقول العرب الجديد فرأ أهالي قرية عيس اليمنية من ديارهم بعدما وصلت الحرب إلى منطقتهم وبات كثيرون يعيشون في كهوف في جبال وادي السيلي في منطقة موريس التابعة لمحافظة الضالع منذ أكثر من تسعة أشهر في ظل ظروف صعبة للغاية تتابع الصحيفة يعد سكان هذه القرية الأكثر تأثرا جراء المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية منذ أكثر من عاما وتنقل الصحيفة على لسان أحد أبناء قرية عيس والذي يدعى محمد العيس قال إنه وأفراد أسرته يقاومون الموت في أحد كهوف الوادي في ظل عدم وجود حماية أو إنارة أو أدوية أو مدارس وبالكاد يحصلون على كميات قليلة من الغداء والمياه إنقلابي اليمن والهرب إلى الأمام تحت هذا العنوان كتب محمود الرماوي مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب السؤال المطروح ما الذي يحمل الإنقلابيين على تكرار خطوتهم بإصدار إعلان سياسي يزعم الولاية على البلاد فيما لقي الإعلان الدستوري الأول فشلا ذريعا بقراءة للظروف الحالية فإن دافعين قد دفعا نحو هذه المغامرة الجديدة الأول قناعة الإنقلابيين ومن يواليهم بأن إرادة اليمنيين والمجتمع الدولي تتجه نحو حل يتقيد بالقرارات الدولية ويكرس وجود الشرعية وقد ضاقت فرص المراوغة والتعطيل أمام الإنقلابيين في المفاوضات فلم يجدوا ما هو أفضل في منظورهم من الهرب إلى الأمام أما الدافع الثاني فيتمثل في الاعتقاد بأن المحور الإيراني يتقدم في المنطقة وبالذات سوريا وخاصة بعد حصار حلب وأن الظروف باتت أفضل لهذا المحور وأدواته وأذرعه ومن هذه الأدوات إنقلابي اليمن من أجل إبداء التشدد وإدارة الظهر للشرعية الدولية والوطنية وهناك في السياق نفسه الشعور لدى الإنقلابيين بأن الولايات المتحدة ليست في موقف يدفعها للمواجهة مع قوة إقليمية ودولية خاصة أن الإدارة الأمريكية الحالية على وشك مغادرة البيت الأبيض بعد أسابيع فقط غير أن هذه التقطيرات تصطدم بواقع محلي يتمثل في أن رفض وجود الإنقلابيين قد تعظم في الداخل اليمني خلال الشهور الأخيرة وأن الجيش الشرعي استعاد قوته وتماسكه ويخوض معارك كبيرة ويقف على مشارف العاصمة فيما تقلصت القوى العسكرية التي كان يتمتع بها الإنقلابيون إلى حد كبير إضافة إلى ثبات الموقف الإقليمي والدولي من الاعتراف بالشرعية دون سواها ما يجعل مصير الإعلان الرئاسي ليس أفضل حظا من الإعلان الدستوري السابق وصلنا إلى ختام حلقة كشك الصحافة نشكركم على طيب المتابعة ونترككم مع الفقرة الملونة الكاريكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة